لكي تكون فيزيائياً عليك أولاً أن تكون شاعراً نعم، كي تكون فيزيائياً عليك أولاً أن تكون شاعراً قد يبدو الأمر غريباً أو غير منطقي، لكنني كشاعر حاصل على دكتوراه في الفيزياء سأضح لكم خطأ الاعتقاد السائد أن الشعر شيء والفيزياء شيء آخر سأحدثكم عن علاقة غريبة بين العلم والفن، بين الرطب والجاف، بين العطفي والمجرد ولكن أولاً لم أشعر يوماً في حياتي أن علاقة مع الشعر هي خيانة لعلاقة مع العلم إلى أن دخلت المرحلة الثانوية، تحديداً يوم صنفوني علمي وصنفوا الفتاة التي أحب أدبي يوم قرروا نيابة عني أن يفصلوا عقلي عن قلبي فكرت يومها بالاعتراض لدى مدير المدرسة المشكلة أن مديرنا كان شديد الانفعال سريع الاشتعال طويل القامة إذا نظر إلى أحد تعرق وإذا نظر إلى شمل تفرق أخذت نفساً عميقاً ورحت إليه قائلاً أريد أن أدرس المواد العلمية التي أحب في القسم العلمي والمواد الأدبية التي أحب في القسم الأدبي توقف الزمن لبرها ارتجفت يده، حمرت عيناه، وقام عن كرسيه منفعلاً وهو يقول إيه؟ شو رأيك تشتعمل مدير عنا كمان؟ ولكنني لم أستسلم وكما يفعل شعراء البلاط لخطب ود السلطان صرت أكتب قصيدة في كل مناسبة مدرسية وأمدح المدير أمام المعلمين والمعلمات والطلاب وبعد شيء من التملق وكثير من الترجي وافق لي على استثناء بشرط أن أتوقف عن كتابة قصائد الحب الغرامية أذكره الآن بفضله وبفضل حصص الأدب تلك صرت في الشعر أمهرة وفي الفيزياء أقدر هناك مثل العديد من الطلاب عشاق العلم وعشاق الأدب في مدرسنا اليوم لكنهم ضحايا التخصصية الصارمة والتأطير في النظام التعليمي أنا أفهم أننا نحتاج إلى علماء ومهندسين وشعراء وأدباء إلا أن ذلك لا يعني تحويل التعليم إلى تعليب فالناجحون يدخلون إلى التخصص من باب واحد أما المبدعون فيدخلون إلى التخصص من أبواب متعددة لأن الناس مثل المثلثات هناك زاوية للعلم وزاوية للفن وزاوية للتواصل ومهما اختلف الناس أو تشابهوا فإن مجموع هذه الزوايا هو دائما 180 درجة وعلى الإنسان في بناء هندسته الذاتية أن يوازن بين تعمقه بالعلم تعلقه بالفن وتألقه في نشر أفكاره والتواصل مع الآخرين تحديداً أشدد على هذه النقطة لأن الذين أعطوا زاوية كبيرة من حياتهم للعلم نراهم أنهم قتلوا العلم حقاً عشت حياتي أوازن بين الشعر والفيزياء وما زلت أن أحاول أن أفهم باللغة هذا العالم لأن طريق العلماء إلى المعرفة هو نفسه طريق الشعراء إلى القصيدة فالعلماء والشعراء منذ الأزل أول من أصيب بالدهشة أول من انتبه لمنازل القمر ومواقع النجوم وجمال الكون فكتبوا الظواهر الطبيعية بعضهم على شكل قصائد وبعضهم على شكل قوانين على سبيل المثال دعونا نتأمل عندما ينظر شاعر إلى قوس قزح ويسأل نفسه لماذا يبدو على شكل قوس ثم لماذا نراه بعد المطر وليس قبله ولماذا يتألف دائما من سبعة ألوان ثم لماذا تتدرج الألوان من الأحمر إلى البنفسجي وليس العكس إن الشاعر يتأمل كالعالم يحس بانكسار الضوء في قطرات الماء إنه فيزيائي تنقصه فقط لغة الرياضيات بالله عليكم كم شخص في هذه القاعة كان يشعر بالأحباط في حصص الفيزياء في المدرسة طبيعي المشكلة في المدرسة يدرسوننا من الفيزياء معادلاتها وليس فلسفتها فالفيزياء هي ملاحظة لهذه الظواهر الطبيعية تحليل لها ثم قوننتها أي كتابتها على شكل قوانين رياضية أما الشعر فهو ملاحظة لظواهر الطبيعية أيضا تحليل لهذه الظواهر ثم قوسدتها أي كتابتها على شكل قصائد وقد استنتجت المعادلة التالية الفيزياء تساوي الشعر زائد الرياضيات كما أنه يمكننا أن نتلاعب قليلا بهذه المعادلة فنقول أن الشعر هو الفيزياء نفسها منزوعا منها الرياضيات ولا أعني بالشعر هنا النظم ولا الأراجيز التي تتلدت في المناسبات ولا قصائد التملقية لسعادة المدير طبعا أعني العملية الفكرية التي تمرن الخيال وتحرك العاطفة وتحث على التفكير فنحن يا أصدقاء عندما نتأمل الكون ونسأل الأسئلة من أكبر المجرات إلى أصغر الذرات فنحن نقوم بأهم خطوات الشعر سواء كتبنا القصيدة أم لا لأن المنطق يأخذك دائما من الألف إلى الباء أما الخيال فيأخذك من الألف إلى أي مكان في هذا العالم إذن إذن الحالة الشعرية الحالة الشعرية هي ممر أساسي لكل العلماء كي يبدعوا لأنهم كما قلت يتعاملون أحيانا مع أجسام غير مرئية وعليهم أن يفهموا بالحدث ما لا يدرك بالحواس الخمس فياليت الشعري ما الثقب الأسود مثلا؟ أو ما الزرة؟ هل رأى أحد منكم إلكترونا أو بروتونا؟ قطعا لا حتى الذين اكتشفوا الزرة لم يرواها هذه جسيمات لا لون لها لا رائحة لها لا شكل لها كلما سلطنا عليها ضوءا اكتسبت من الضوء طاقة فتحركت بسرعة عالية ما يجعل أمر رؤيتها أو رسم صورة تشبهية لها أمرا مستحيلا هنا يلجأ الفيزيائيون إلى الشعر إلى تخيل إلى الاستعارة ولو أخذتم القموس أو بحثتم في لسان العرب عن مصطلح الشعر لتفاجأتم أن الشعر يعني العلم ومصطلح ليت شعري ذاك يعني ليتني أعلم الغريب أنه حتى علماء العرب الكبار وفلاسفتهم من أمثال ابن سينا ابن الهيثم عمر الخيام وسواهم هم شعراء أيضاً ليست مصادفة لكي تكون بعبقرية أينشتاين حاول أولاً أن تكون بشعرية المتنبي الذي تنبأ للنسبية حين قال على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم في العام في العام 1923 عندما كان الفيزيائي ديبروغلي يقوم بتسريع الإلكترونات في فرنسا في أحد المختبرات انتبه إلى ظاهرة غريبة كان كل ما أعطاها مزيداً من الطاقة الحركية تبدد شيء منها ظل يتساءل ويستغرب إلى أن استلهم فكرة شعرية رائعة مفادها أنه إذا تحرك جسم ما بسرعة عالية تحول شيء منه إلى موجات غريبة موجات لا نراها ولكنها تؤثر بنا سأوضح ذلك وأنا أقف الآن على سجادة تد بالعرب الحمراء وأحرك بيدي وأتمتم بشفتي وأنتم تتنفسون فنحن جميعاً نصدر موجات غير مرئية قد تخفى على العين لكنها لا تخفى على القلب ذلك ما نسميه بأثر الفراشة لاحظوا أن أثر الفراشة ذاك مصطلح مهم علمياً وليس شعرياً فبتنا نلاحظ أنه مثلما ألهم مثلما ألهم الشعر الفيزيائيين عبر العصور جاءت الفيزياء الآن لتلهم الشعراء فتأتي لهم بمصطلحات جديدة مثل الأكوان الرضيعة نهر الزمان نسيج الزمكان حتى أنها ألهمت محمود درويش شخصياً حين قال أثر الفراشة لا يرى أثر الفراشة لا يزول فنحن عندما ننظر إلى النجوم ونحضق بالنجوم فإننا نرى الضوء الذي وصلنا منها للتو بعد أن سافر ملايين السنوات الضوئية ولسنا نرى النجوم نفسها متفقون كذلك الأمر فإن ضوء النجوم كقصائد الشعراء هي الحكايات التي تسافر عبر الزمن حاملة تراث الأمم وفكرة الإنسان إلى كل مكان وزمان عندما نفهم الشعر على هذا النحو تصبح اللغة مختبراً للطبيعة ويصبح للشعر دور أهم بكثير من كتابة الشعر نفسه لماذا إذن لماذا إذن والشعر ديوان العرب لماذا إذن والشعر ديوان العرب باتت أمتنا تخرج علماء أقل من ذي قبل سؤال كبير إجاباته متعددة ولكن برأيي المتواضع هناك سببان أساسيان السبب الأول هو أننا أهملنا الشعر في المدارس وخصوصاً في الصفوف العلمية باتنا نتباهى بكل اللغات الأخرى وننسى أن اللغة العربية هي آدات رائعة لكتابة العلم الحديث إنها لغة كوانتوم إذ إن لكل كلمة دلالة محددة بذاتها فالضوء غير النور والنور غير الشعاع والشعاع غير السنة والسنة غير البريق إلى آخره تماماً كما هو الحال في الفيزياء الحديثة السبب الثاني أنه ما زال هناك حتى هذه اللحظة مدارس تصنف الطلاب كالمعلبات على الشكل التالي أصحاب العلمات الأعلى إلى القسم العلمي أصحاب العلمات الأدنى إلى القسم الأدبي فيتخرج من نظامنا التعليمي علماء بلا تمكن لغوي أو أدباء بلا تمكن علمي فتذكروا أيها الأصدقاء أنكم عندما تعتنون بالشعر العربي فأنتم تعتنون بالعلم العربي وعندما نعلم الأجيال حب الشعر وعمق الفكر فنحن نحضر خوارزمية العرب القادم وحين نفكر بالعربية نبدع نرقى ونبتكر فيا أيها العربي تأمل دواءك فيك وما تشعر وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر شكراً شكراً